اشتركوا في القناة مرسلتنا ديلان ديسو تستحبنا في جولة للتعرف على أجواء وتقوس وفعاليات هذا شهر الكريم في فيينا يعتبر شهر رمضان المبارك شهر الصلاة والقيام ففيه تقام صلاة التراويح فتجد المسلمين المغتربين في بلاد المهجر يتوافدون بلهفة وشوق إلى المساجد التي تعلو في أرجائها أصوات الخطباء فيستمتعون بالأجواء الرمضانية الروحانية وكأنه فترة علاج روحي يطهر النفس هنا الجالية المسلمة تحرص على الإتيان إلى المركز الإسلامي في كل عام ينتظرون قدوم شهر رمضان يجتمعون فيه دائما على طاعة الله عز وجل رغم هذه الصعوبات الموجودة حاليا من كثرة أعداد المصابين بهذا الوباء كورونا ومع ذلك يحرص الجميع على الإتيان إلى المركز الإسلامي لأداء الصلاة الخمس وأداء صلاة التراويح حيث نقوم في المركز بعمل دروس يومية شهر رمضان بالنسبة لي فرصة للتقرب من الله ومن الجيد أنه يشجعني على قيام الليل حتى بعد انتهائه شهر فضيل بكل الخيرات والعبادات وفرصة للمسلمين في فيينا للتقرب من الله وتغيير نمط الحياة اليومي فبعضهم يتجه لعمل الخير وتوزيع وجبات الإفطار والبعض الآخر يغتنمون الصيام بإقامة بعض الأنشطة والفعاليات لاستشعار مرتبة العائلة وقيم الدين الإسلامي الذي يحث على التلاحم والتآزر بين المسلمين في بلاد المهجر النهاردة عاملين يوم رمضاني بيجمع الجالية العربية كلها في جو جميل جدا من تبادل الثقافات وتبادل المشاعر والحب تجمع أولادنا تجمع أولاد الجاليات الأخرى وتعارف الجالية كلها مع بعضها فبتعتي إحساس العائلة ومع ديكورات رمضان يعني أنا اليوم أجيت مع أولادي لأني بدي إياهون يحسوا هذا الجو لأنه قد ما قدرت ما تقدر تخلقي هذا الجو دخل عائلة صغيرة هون كمان في أوروبا هكذا تنتهي غالبا وجبات الإفطار الجماعي بأحاديث عن الحنين للوطني وعن عظمة رمضان بين الأهل والأحباب فهي فسحة للتعرف على تقاليد وعادات من مختلف البلدان الإسلامية شهر ينتظره المسلمون في الغربة بفارغ الصبر فهو شهر للوحدة والتجمع بالنسبة لهم حيث يقومون بإحياء ذكريات الماضي والحنين للوطن من خلال ترسيخ عادات وتقوص شهر رمضان المبارك دي لان سيدو لتلفزيون مملكة البحرين فيينا